اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية تعزيز جهود التصدي لفايروس كورونا كوفيد تسعة عشر ومضاعفتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله منوها سموه بان مواجهة الفايروس ستطلب عزما متجددا والتزاما مستمرا لا يقبل التهاون باي خطوة او اجراء احترازي تم اتخاذه للتصدي للفايروس الذي يمثل تحديا كبيرا ستتجاوزه بنجاح باذن الله تعالى وهذا هو عهدنا بابناء الوطن المخلصين الذين لا يعلون جهدا من خلال الالتزام بمسؤوليتهم الوطنية حماية لانفسهم واسرهم والمجتمع بنفس الوتيرة التي بدأنا بها فالقرارات والاجراءات التي يتم اتخاذها تسند لما هو في صالح الجميع وقال سموه ان الواجب الوطنية والمسؤولية المجتمعية تحتم على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وكلنا ثقة بان ابناء البحرين والمقيمين على هذه الارض سيكونون عونا لكافة الجهات وجميع العاملين في الصفوف الامامية وسندا لهم بما يحقق التطلعات من خلال المواصلة بعزم في الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والسعي للبناء على ما تحقق نتاج الجهود الوطنية المخلصة لكافة ابناء البحرين في مختلف مراحل التعامل مع الفيروس بما يحقق مصلحة الوطن ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين كونها اولوية قصوى وضف سموه ان ما نراه من عزم ابناء الوطن في كافة المجالات وعزيمتهم على مواصلة مسيرة التقدم وانما في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا الذي يشتاح العالم وقيامهم بادوارهم في مختلف مواقعهم بالتوازي مع التزامهم بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما تقتضيه المسئولية الوطنية لا يعكس الا مكانة الوطن في نفوسهم واصالة سعيهم لتحقيق الاهداف المنشودة والتي تعود بالنفع على الجميع جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة استعرض تقريرا حول مستجدات الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا واشر الفريق الوطني الطبي الى ارتفاع وزيادة عدد الحالات القائمة بسبب التجمعات والتهاون بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية واكد الفريق الوطني الطبي على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة منوها بضرورة التقيد بارتداء الكمامات وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ومن أجل تعزيز العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد وفق ما تم عرضه من قبل وزارة التربية والتعليم فقد تقرر مراجعة نسبة العاملين لعدد من إدارات الوزارة بدءا من السادس من سبتمبر الجاري وفق ما يلي أعضاء الهيئة التعليمية بالمدارس بنسبة 50% مع التناوب في الحضور أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس بنسبة 100% الإدارات المرتبطة بعمل المدارس بنسبة 100% الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بنسبة 100% ودعما للجهود القائمة للرعاية الاجتماعية والتوظيف وبناء على ما تم عرضه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد تقرر تعديل نسبة العاملين لعدد من إدارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءا من السادس من سبتمبر الجاري وفقا لما يلي مركز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية بنسبة 77% خدمات التوظيف والتعطل بنسبة 70% التفتيش العملي بنسبة 100% فضل منازعات العملية بنسبة 100% كما تقرر بناء على ما تم عرضه خلال اجتماع اللجنة الموافقة على السنة في إصدار التأشيرات الفورية وتكليف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فورا وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلاة بهذا الشأن بما يحفظ صحة وسلامة الجميع اشتركوا في القناة